هي إذن جبهات ما انتهدى إحداها حتى يشعل الاحتلال جبهة أخرى لم تتوقف الاقتحامات وعمليات الاغتيال في الضفة الغربية منذ انتهاء معركة سيف القدس إلا أن معركة طوفان الأقصى خففت بعض الشيء من وتيرة الانتهاكات حتى دعا الملثم إلى توحيد الساحات وفتح الجبهات فهرول الاحتلال باتجاه الضفة كي يجفف منابع المقاومة ويوقف الحراكة قبل أن يبدأ عرين الأسود وكتائب جنين وغيرها من فصائل المقاومة أذاقت الاحتلال بعد طوفان الأقصى مرارات لم يعتدها في الضفة منذ أوسلو التي أسست لتنسيق أمني استباح بيضة الفلسطينيين أنا بقول على الهوى التنسيق الأمني مقدس مقدس فكان الرد تصعيدا عسكريا غير مسبوق من قبل الاحتلال زاد أيام الهدنة فاستباح المخيمات وحاصر المستشفيات واعتقل المئات تصعيد لم تشهده الضفة الغربية ومخيماتها منذ إعادة احتلالها كاملة في عملية السور الواقي في ألفين واثنين مداهمات وحملات هدفها المعلن هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وضرب الحاضنة الشعبية لها لكنها في ذات الوقت تضعف السلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى على نحو انتقامي يهدف أيضا إلى تخريب منظم للبنية التحتية في المخيمات الأكثر فقرا وتهميشا على الطرف الآخر وعلى الرغم من الجهود الدولية لتمديد الهدنة المؤقتة يأبى الاحتلال إلا أن يصدق في الناس عهدهم به فخرق الهدنة في يومها السادس بقصف على وسط غزة وساحلها بعد أن ردت المقاومة على خرقه السابق لإيقاف نيران المعتدي المنطلقة باتجاه الأبرياء بلينكن الذي يزور المنطقة هذا الأسبوع يحمل خططا لهدن طويلة قد ترتب لحل دائم للأزمة في ظل تراجع مشروع حل الدولتين بنسخته القديمة ليبقى السؤال الأهم في دوامة التفاصيل هل ستقبل قيادات الاحتلال وحكومته بتشكيلته الحالية أي حل يحرمها من سفك دماء الأبرياء